طيب أنا عايزة بقى أسألك على حاجة دلوقتي الواحد مثلاً هيروها عند صارة النهاردة هو بيبقى عارف هو عايز يعمل إيه النهاردة في وشه ولا إنتي بتشوفي وشه وبتحددي هو محتاج إيه بوسي بتبقى على حسن بيبقى عندي ناس بتبقى جاية عندها awareness جامد قوي هي مثلاً حاسة إنها عندها بقعة من الشمس عندها حبوب عندها يعني خطوط تحت العين تحت العين أو حاجات كده فبتبقى عارفة إن ده الconcern الأساسي بتاعها كل الحاجات اللي إنتي قلتينها دي أساساً مش حاجات بتاعت حقن آه خالص بس بوسي أنا بستعمل ماسكات وبستعمل كريمات وبستعمل حاجات ليه يعني حاجات professional وحاجات برندات كبيرة في أوروبا وأمريكا هي برضو اللي بشتغل بيها الأساسي عندي جزء من الكلائنس بتوعي بيحبوا إن هم ييجوا كل شهر أو مش عارسة إيه بتطلب مني بالاسم أنا عايزة أعمل المسك الفلاني ده اللي إنتي عملته لي الحاجات الطبيعية هي بقى في الأول خلص لما رحيت لك هي كانت جربته كانت جربته أراضي وحبت النتيجة وكان بالنسبة لها كويس قوي وحست إنه جايب معاها فايدة فبتطلبه هي بس أنا لو بكلمك على skin treatment يعني specific قوي ويعالج حاجة قوي زي التصبغات أو زي الحبوب لا أنا بس تعمل حاجات active ingredients very concentrated وvery professional وإتمرنت إن أنا أشتغل بيهم وليها system وليها sequence معين في الاستخدام طب يعني أنا دلوقتي عايزة أروح عند صارة وأنا لسه مش عارفة أن أنا هعمل إيه في وشي أنا مش عارفة بس عايزة أعمل حاجة تخليني مثلاً اللي هو أحس إن أنا وشي مجدود وعايزة أن هو يبقى وشي شكله أحلى ومنور أكتر ولونه مش مبقع مثلاً أنت تقدر يتعملي كل الحاجات دي كل الحاجات دي وبحس الفاكت بتاعها بعد قد لا في حاجات ممكن تحسي بيها instant وفي حاجات ممكن تبقى زي course جلسات يعني مثلاً التصبغات course من أربعة لثمانية sessions والsession لازم تتعامل كل 15 لعشرين يوم وفي بعض الأحيان بكتبلك على كرام لنفس المنتج اللي أنا بستعمله دي بتبقى الهوم كار تعمليها في البيت لا هي بتشتري الكريم ده من الشركة وتروحي تعمليها لنفسك في البيت وهي لازم تستعمل الكريم ده مثلاً يومياً الصبح وبالليل ففي حاجات بتقوى نفس الحكاية مع حب الشباب أو الأدلت أكني الحبوب اللي بتطلع علينا لما بنكبر ما إحنا يعني حب الشباب ممكن يبقى في سن صغير وفي حاجة اسمها أدلت أكني بتحصل بسبب الهرمونات والسترس والتغيرات اللي بتحصل لنا يعني في الأربعينات وفي التلاتينات وكده أنا سألتك السؤال بتاع اللي هو هيباني على طول وهلأ لأن أنا عملالك فالو على البيتش بتاعك وأكتر حاجة بياخد بالي منها يعني ممكن أكون مش بركز قوي هو إيه اللي بيحصل بالزبط لأنني أنا مش بفهم في الحاجات دي أه نفسي إن أنا طبعاً أشكلي حلو واخد بالي من نفسي وكام ده كله بس أكتر حاجة بياخد بالي بينها قدئين الناس أول ما بيقوموا ويروحوا يبصوا في المراية بيحسوا السعادة اللي على وشهم يا سارة أنا يعني بحس إنهم خلاص قربوا يعياتوا من كتر ما هم مبسوطين إزاي هم روحوا دخلوا بشكل معين بحل الجند وطلعوا بشكل تاني خالص وبيكونوا مبسوطين بطريقة يا جماعة لو بجد عايزين تروحوا تتفرجوا على ناس قدئين مبسوطة دخلوا على الأكات بسعصرة من كتر ما هم بجد بيكونوا مغدودين إن هم مش مصدقين قدئ إيه هم مبسوطين للتعامل يعني فرحة مش طبعية وبوسي لازم برضو أقولك على حاجة تانية في الكورس اللي أنا أخدته في تايلند هم أعلمونا الفيش المساج أو المساج بتاع الوش ده لي كزا نوع في اللفتنج أو اللي هو بيشد البشرة وفيه الدرينج الدرينج اللي هو بيتخلص من السموم بتاعة البشرة اللي إحنا بنتعرض لها طول الوقت وفيه حاجة اسمها ريفليكسولوجي ده علم ريفليكسولوجي أكيد بتسمعي عنه فيه الفوت أو القدمين ريفليكسولوجي بيقولوا إنه هو كمان ريفليكسولوجي بيكون بيأثر على الظهر والإدين أيوة إنه المطوق يعني كل بوينت مثلا في وشك أو في الأدم متوصلة بأجزاء من الأورجنز بتاعة جسمك بالكبد وبالكلة وبالمعدة كله كله فده حاجة كبيرة جدا علم كبير طبعا فأنا برضو أخدت ويركشوب على الفيس ريفليكسولوجي فده بيساعد على إن البشرة تحسي إنها مش منتفخة بس يعني بلمت يعني تعرفة مليانة تحسي إنها وردت كده يعني عارفة من الموفمينت والتكنيك بتاع حركة إيديكي لمدة مثلا على حسب مدته ممكن من عشر دقايق ممكن لغاية نصف ساعة المساج يبقى أنا ما بعملش جلسات مساج لواحدها هي بس كلها مع الفيشل فده برضو بيفرق بيفرق في الخطوط التعبيرية بتاعت وشك فعشان كده لما الناس بتقوم بتبص على المراية فبتحس إن العين تشدت بتحس إن الحتة دي تشدت بتحس إن القورة الخطوط الرفيعة اللي فيها حصل فيها زي تملت أو تشدت تشدت طب